مدرسة على الهواء بجيلي في الحلقة وكل الاسئالة اللي احنا بنعرضها لازم كلنا بمعانا اجابتها وننقلها على طول بعد ما تم شرحها طبعا نتمنى مشاركة كل ولادي حبيبي من جميع المحافظات جمهورية مصر العربية البرنامج مش مقتصر على ابناء القاهرة الكبرى بس بس انما طبعا ابناء المحافظات جميعا اسمعاليا اسكندرية اسيوت كل المحافظات اتمنى مشاركة كل ولادي حبيبي في برنامج مدرسة على الهواء معانا النهارده ان شاء الله طبعا كلنا عارفين ان احنا خلاص ادينا الهندسة ودينا واحدة الهندسة ودينا التقسيم التناسوبي والنهارده موضوعنا مع الدرس الاخير في درس في الوحدة التالتة اللي هو بموضوع حساب عنوان حساب المئة او النسبة المئوية لما جينا نعرفي حبيبي يعني ايه كلمة نسبة قلنا ان النسبة دي عبارة عن مقارنة ما بين حدين او كميتين من نفس النوع ومن نفس الوحدة لما جينا نتكلم على درس زي درس مكاسر رسم لما جينا نعرفه قلنا برضو ان هو عبارة عن نسبة لما جينا ناخد درس التقسيم التناسوبي برضو استخدمنا فيه خواص النسبة والتناسو لما نتكلم النهارده على درس حساب المئة اللي هو النسبة المئوية يبقى انا برضو هرجع لتعريف النسبة برضو النسبة المئوية هي نسبة يعني حدين بس يا مستر ابراهيم النسبة المئوية دي ليه ساموها نسبة مئوية لان ياولادي هي عبارة عن حدين يعني الحد الاولاني معايا مثلا هلاقي اربعة على مية يبقى من تعرفها ان النسبة المئوية هي نسبة بين حدين هم بس الحد التاني بتاعها مية حد التاني بتاعها مية يبقى نسبة حدها التاني مية يبقى النسبة المئوية لما اجع عرفها له هقول له ان النسبة المئوية هي نسبة تمام نسبة لانه عبارة عن مقدم وتالي او بص مقام حدها الثاني مئة او مية يبقى الحد التاني بتاعي مية يبقى اربعة على مية سبعة على مية خمسين على مية تمانية وستين على مية دي اسمها نسبة مقاوية طب مستر إبراهيم ازاي اعبر عن النسبة المقاوية وايه فايدتها لما اجا عبر عن النسبة المقاوية اربعة على مية هعبر عنها اقول له اربعة بص بقى العلامة اللي جاينا النهاردة ايه الشرطة المايلة وعليها النقطتين دول تقرأ في المية اربعة اربعة على مية هتساوي اربعة في المية تمام يبقى اربعة على مية يعني اربعة في المية تمام طب لو قلتلك مثلا خمسة وسبعين على مية يبقى كام ها يبقى خمسة وسبعين في المية يبقى النسبة المقاوية يتم التعبير عنها بصورة مقاوية بمعنى علامة في المية يعني هي كده صورة نسبية هي بسط على مقام عبر عنها في صورة نسبة مقوية طيب يلا مع بعض نشوف مثال بسيط وسهل يجي يقول لك خمستاشر علامية عايز الصورة النسبية او النسبة المقوية بتاعتها النسبة المقوية يلا مين يعبر لها خمستاشر في المية من مية معناها ايه معناها مثل خمستاشر في المية طيب ميستر ابراهيم ثلاثة على اربعة ها ايه ده بقى فاطمة من القاهرة زكا فاطمة عامل ايه يا بنتي بتتابع برنامج مدرسة على هوا يا فاطمة اه بتابع اخبارك ايه في الرياضة عامل ايه معاك راديت سنة ستة سهل يا فاطمة صح او فيها سيلا وفقة قدامك يا فاطمة اللي عايزة تشارك في البرنامج سؤال في النسبة من ثلاثة اعداد النسبة من ثلاثة اعداد صفحة كام يا فاطمة او لا ايه لا هو مش مش كامل درسة تمام بس احنا قلنا يا فاطمة لازم كتاب مدرسة يبقى معنا نخلص منه نخلص منه لأسئلة بتاعتي قولي يا فاطمة سؤالك ثلاثة اعداد ثلاثة ايه ثلاثة اعداد ثلاثة اعداد الف وبق وجين الف وبق وجين فإذا كانت النسبة بين الف الى باق الف على بيه او الف الى بيه كام يا فاطمة ثلاثة الى اربعة ثلاثة الى اربعة والنسبة بين الف الى جين والف الى جين نين الى ثلاثة نين الى ثلاثة Mm فاوجد النسبة بين الاعداد الف الى بقي لجين تمام يا فاطمة عندك حاجة تانية يا فاطمة لا اهو دا طب اه فيهمتي عن ايه النسبة المقوية فاطمة اللي احنا بناعرضها النهاردة لا انا م pizzه في مداية طب فيهمتي طب اللي احنا قلنا بتاعي نسبة مقوية هي نسبة ب alongsideA تاني بتاعي 100 لأ توام تمام ماذا يعني مثلا اقولك مثلا 17 عل 100 دي اسم acompan نسبة مقوية عشان المقام بتاع مية ماذا يا ما مية اسمع شرح مسألتك يا فاطمة وبعد كده قعودي بقى اسمعي معايا النسبة المقاوي بس انت عايزك تشاركين انت في المسألة يا فاطمة ماشي يا بنتي بص يا فاطمة انت بتقول لي لي الف على بيه تلاتة على اربعة صح او والنسبة التانية الف على جيم اتنين الى تلاتة صح يا فاطمة او بص يا فاطمة النسبة الاولى الى 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 ال فاطمة حط الالف في النص. هاقلب بقى الورقة? اتمنى ان كل الولاد يكونوا يقالوها. معي يا فاطمة? او معي. هنحط الالف في النص. طيب ليه الالف حطيناها في النص يا فاطمة? ايوة كده. يبقى احنا نقول له على طول الالف اللي بتحط في النص اللي هو المكرر. وين نحط به? وين نحط جيم? او العكس. اما حاجة ان المكرر ده نحطه في النص. معي يا فاطمة? او. تمام. النسبة الاولى بقى اقري زميلك. الف على بيه كم على كم? تلاتة الى اربعة. يبقى حط الالف بكام? الالف باربعة. لا اقري. الف على بيه? تلاتة على اربعة. هكتبه لك هنا جنبها ايه عشان انت بفهمها. الف على بيه? تلاتة على اربعة. يبقى الالف بكام? يبقى الالف بتلاتة اهي تحت الالف تلاتة والبيه? نسبتها اربعة. بص يا فاطمة ان عملت ايه? حطيت تحت الالف كام? تلاتة. وتحت البيه كام? اربعة. فهمها يا فاطمة? او على في الالف ها في البصر. فالالف النسبة النسبة الاختصار بتاعتها تلاتة اربعة هي. بقالف على بيت تلاتة على الاربعة. بقالف نسبتها تلاتة والابن نسبتها اربعة. معي فاطمة? او. طيب النسبة التانية اي transferringAME الذي قال? الالف على jim. اتنين الى كانت جدا. ايه الالف تحتي على الاتنين. تمام وال جيم. تألف تلاتة. خدت بالك يا فاطمة اللي انا نزلته تحته وكتبت النسبة تانية تحتها? او. بصب에 بقten كتير ya فاطمة طب نقول له يا ابني حرف الان ده ايه? يقول لك هو حيوة كده. لأ. عندي في حاجة يا فاطمة اسمها تاريت المضاعف المشترك الاصغر. الاصغر بتاعي. معي يا فاطمة? اه. لو قلنا التلاتة والاتنين. المضاعف المشترك ما بينهم ايه? يعني ايه العدد اللي بيابل عليهم الاتنين? ها? اول عدد غير الصفر طبعا. ها? اه. الستة. الستة صح? تخفيش الستة. اهي. معي يا فاطمة? اه. هاسم الستة على التلاتة. يا الاتنين. الاتنين بقى اضربها في اربعة. اتنين في اربعة? تمانية. تمانية اكتب تحتها تمانية. طب ايه اسم الستة على الاتنين? يبقى انا مرة اسمتها على التلاتة اللي فوق? والمرة تانية اسم على الاتنين اللي تحت بقى. ستة على الاتنين. ستة على التلاتة. يا اضرب التلاتة اضربها في التلاتة اللي جنبها. تاتة في تلاتة? بتسعة. بتسعة. يبقى به? الى الف. الى جيم. تمانية. الى ستة. الى تسعة. معي يا فاطمة? اه. بس انت طالبة مني الف الى به الى جيم? يبقلوا الف الى به الى جيم. هاي الالف كم? ستة. الى ستة الى تسعة. ستة الى تمانية الى تسعة. لان الالف بستة والبه بتمانية والجيم بتسعة. فهمت يا فاطمة? او. سهلة? او تنسي بقى. اديك واحدة تعمليها وتتصل بيا وتقول لي بقى في الحلقة اللي جاية او الحلقة دي نهايتها تقول لي عملتش او لا? ماشي يا فاطمة? الف على به اتنين على خمسة. وكل زمينا حبيبنا واحدة زي ايه. اللي عايز الشارك. يبنقول له الف على به اتنين على خمسة. وبه على جيم. تلاتة الى اربعة. احسب الف الى به الى جيم. نقلتش يا فاطمة. تاني ياله هي على الشاشة قدامك ايه. الف على به اتنين الى خمسة. وبه على جيم تلاتة الى اربعة. تمام? تمام? احسب الف الى به الى جيم. شكرا لك يا فاطمة على مشاركتك الجميلة واتمنى مشاركة كل ولادنا من كل المحافظات. نرجع لموضوعنا اللي هو النسبة ما او ايه? او حساب المائة. لما جينا نقول خمسة شهر في المية قلنا ان هي خمسة شهر على مية يعني خمسة شهر في المية. طب تلاتة على اربعة واحد يقول لي يبقى تلاتة في المية. طب ليه? هي دي حدها تاني مية يقول لي يا مصر خلاص دي ما تنفعش. تنفعش لين? انت بقى اللي هتحاول تخلي المقام مية. تبخلي المقام مية ازاي مصر? هاضرب في خمسة عشرين تحت وخمسة عشرين فوق. لاما يا ولاد بص بقى اركز معي. ممكن اضرب في مية. واقسم على مية. يعني فوق مية وتحت مية. المية اللي تحت دي لها بتاعت علامة في المية لها ديت. يبقى كني بقول ايه? تلتمية على الاربعة والمية اللي تحت دي هي علامة في المية. طب يقسم كده تلاتة في مية تلتمية على الاربعة تطلع خمسة وسبعين. طب والمية اللي تحت دي هي علامة في المية. يبقى خلاص يبقى ان عملت دي. يبقى دي هي العلامة بتاعت النسبة المقاوي. يبقى تلاتة على الاربعة في مية على مية. يبقى تلاتة في مية على الاربعة واللي علامة في المية هي اللي تحت دي. تمام? واحدة تانية. ما اقول لك اتنين على خمسة. تسوي كام في المية? نفس القصة. هضرب في مية على مية. يبقى هضرب فوق في مية. وهضرب تحت في مية. يبقى كني بقول اتنين في مية على خمسة. بتطلع اربعين. يبقى اربعين والمية اللي تحت هي علامة النسبة المقوية. يبقى نها دلوقتي يا ولاد اول حاجة خدناها ازاي نحول النسبة العادية? الى نسبة مقوية. ولزلك تلاتة اربعة لما جاننا حولها او اتنين على خمسة فاحنا ضربنا في مية واسع من على مية. طب العكس. هل ممكن يا ولادي الاقي اه نسبة مقوية. ويقول لك رجعها الى نسبة عادية او اكتبها في صورة كسرية. مثلا. يجي يقول لي خمسة وتلاتين في المية. بتساوي نقط على نقطة. طب خمسة وتلاتين في المية لو رجعناها يا ادي اصلها خمسة وتلاتين على مية. نسبة حدات تاني مية. يبقى لما اجي اختصرة هقول له خمسة وتلاتين على مية. تمام? هاسم بقى يلقى على الخمسة في السبعة. مية على الخمسة. ها? يعني على عشرين. يبقى اصلها سبعة على عشرين. اهي. سبعة على عشرين. يا مستر طب احنا عملنا ايه? احنا حولناها من نسبة مقوية نسبة عادية. واحدة تانية. لو جيت قلت لك. خمسة وتسعين في المية. يال حول. خمسة وتسعين في المية يبقى اصلها. تمام? خمسة وتسعين على مية. تمام? ايه اللي جاب المية لتحت لان هي نسبة حدات تانية مية. طب لما جاء اسم بقى خمسة وتسعين على مية. انت خدت اختصار النسبة في الدرس الاوليك خالص. على الخمسة فيها تسعتاشر. على الخمسة فيها العشرين. يبقى تسعتاشر على عشرين. تسعتاشر على عشرين. يبقى بكده حولنا. النسبة العادية. نسبة مقوية. والعكس. ايه فايدة الموضوع ده هو. كتير جدا يا ولاد في فاطرة السلام العامة. او اه مسلا انت في امتحانك ان شاء الله في سنة ستة يجي يقول لك ايه? ده انا جبت خمسة وتسعين في المية. انا جبت خمسة وتمين في المية. انا جبت خمسة وتسعين. اللفظ ده يا ولاد دارك في بيوتنا كلنا. سامعينه. ما كانش في بيتك هتلاقي بنت خالتك او ابن خالك. هتلاقي ابن عمك. هتلاقي جايب. يقول لك ابن عمي جايب تسعين في المية. طيب عمل ايه? مثلا مثال بسيط ايه سهل. يقول لك حصلة. حصلة. محمد على مجموعة. وركز بقى معي. تلتمية وخمسين درجة من ربعمية درجة. فما? ما النسبة? المقاوية للنجاح. يعني نسبة نجاحه كان في المية. هو الراجل جاب تلتمية وخمسين من ربعمية. تمام? في الحالة دي يبقى يبقى اقسم التلتمية وخمسين على الربعمية عشان اشوفهم يمثلوا كام في المية. يبقى تلتمية وخمسين على ربعمية. تمام? وده اجيب النسبة المقاوية بتاعتهم يبقى اضرب في مية. واقسم على المية اللي تحت دي يا ولاد. ليه علامة النسبة المقاوية. تمام? يبقى انا هقول له. كله يركز معي. هي تلتمية وخمسين ممكن واحد شاطر يختصر يقولك. على المية سفر اندر راحه. يبقى تلتمية وخمسين على الاربعة. تلتمية وخمسين على الاربعة. هتساوي تقريبا سبعة وتمانين ونص في المية. سهلة. يلا بقى مع بعض. كل ما تاخد امتحان. شوف انت جبت فيه كم درجة? والدرجة الكلية كانت كام? واقسم درجتك على الدرجة الكلية هي دي النسبة المقاوية. واضرب في مية طبعا ونسبة على مية. يبقى خلاص تمام اللفظ ده خلاص تعلمناه وعرفناه. في لفظ تاني برضو. احيانا اه ماما ولا بابا وهم راحين اشتروننا مسلا الملابس الشتوية او الصيفية او اي اجهزة منزلية من المنزل في المنزل يعني. تيجي تقول لك مسلا معرض للادوات المنزلية. تمام? عارض اه تليفون مسلا او اي ان كان الجهاز اللي بيعرضه وتليفزيون. وكاتب عليه مسلا الفين جنيه او اربعة تلاف جنيه او اي مبلغ. وعليه خصم عشرين في المية. اكيد كلنا بنسمع اللفظ ده والعبارة ده. اكيد. اكيد كلنا بنروح اه نسأل عن الخصم في موسم التخفضات. اكيد. يبقى الخصم ده اعتبر تطبيقات على حساب المية. تطبيق انا بطبق النسبة الموية. تعال نشوف جهاز كمبيوتر اتعرض باربع تلاف جنيه. انا كاتب لك جهاز كمبيوتر باربع تلاف جنيه. ذهب محمد الاحد محلات الاجهزة المنزلية او اجهزة الكمبيوتر. فلاك جهاز مكتوب عليها اربعة تلاف جنيه. تمام? ده قبل الخصم. وعليه خصم سأل الراجل سأل التاجر. قال له عليه خصمة قديه قال له خلاص انا هخصم لك عشرين في المية. تفتكر كم يدفع احمد بعد الخصم? كم يدفع احمد بعد الخصم? الموضوع اه كتير جدا من الاعدين بيتفرغوا وقال لك الله الموضوع ده في حياتنا كلنا وارد وارد انك تنزل مع بابا ولا ماما تشيري حاجة وتلاقي عليها خصمة اماما تقول لك او بابا يقول لك طب يلا حسيب لي بقى كده انا هخصم عشرين في المية من الاربعة تلاف يعني ادفع كم? طبعا يباعيه باوي لو انت ما قدرش تحسبها. صح ولا ما غلطان هيباعيه. طب اعمل ايه بقى? تمام? الخصم بتاعك عشرين في المية. عندك حاجة حاجة من الاتنين. طبعا ده السعر اللي هو كان عايز يبيع بيه. لما اجيب الخصم انا قلت الخصم هيباع عشرين في المية. يباع عشرين في المية من الاربعة تلاف. يا طرى يبقى كام? يا طرى الى عشرين في المية يعني كل مية عشرين من عشرين. مش هاجي بقى كل مية عشرين قدام التاجر. ما نعمل ايه? هقول له عشرين في المية من الاربعة تلاف واحسب الخصم كله هيبقى كام. تمام? دي الله معايا امسك قلتك الحسبة. عشرين في المية. اي عشرين. بصي ايدي. عشرين في المية معناها عشرين على مية طبعا. من في اربعة تلاف. اهي. عشرين في المية. من الاربعة تلاف يطلع كام. ممكن طالب شاطر يختصر. ادي صفرين مع الصفرين. اسم على مية. ويحط الصفرين واتنين في اربعة. تمنمية جنيه. معنا تليفون ابرار من المينيا. ابرار. ابرام. ابرام. ايه عامل ايه? الحمد لله. اخبار الرياضة معك ايه? الحمد الله. تمام? اه. متقعلي سوتك يا ابرام. ايه. اخبار الرياضة معك ايه ابرام? كويس الحمد لله. بتتابع برنامج مدرسة على الهوى? اه. مدرسة الهوى يا ابرام? اثبت ان فعلا هو قدر يقضي على الدروس خاصية مادة الرياضيات على الاقل. معي? اه معك. طيب ابرام عايز تشارك في الحلقة ولا معك سؤال? لا معك سؤال. طيب قولي يا ابرام في كتاب? اه في صباح التلاتة وتلاتين رقم سبعة. تلاتة وتلاتين الجزء الخاص بالتدريبات? اه. تلاتة وتلاتين رقم سبعة. قولي السؤال كده ابرام? حمام سباحة ابعاده من الداخل. سواني ابرام. حمام سباحة. اه ابعاده من الداخل. تمام. تلاتين متر وخمستاشر متر وتلين متر. حمام سباحة. ابعاده من الداخل تلاتين متر. متر. ها? خمستاشر متر. خمستاشر متر. وتلين متر. وتلين متر. تمام. صب به ماء. صب به ماء. حجمه. حجمه. ربعمية. ربعمية وخمسة متر المكاعدة. تمام. اوجد. اوجد ارتفاع الماء الذي صبه في الحمام. واحد ارتفاع الماء الذي صبه في الحمام. ها. اتنين. حجم الماء اللازم اضافاته لملء الحمام. حجم الماء. اللازم اضافاته. اللازم اضافاته. لمال الحمد. الحمد. ماشي يا ابرام. عندك سؤال تاني? لا. فيهبت النسبة المقوية بتاعتنا يا ابرام النهاردة? اه. تمام? اه. طب ارجع لمسألة احمد يا ابرام وتشاركني في الجزء اللي فاضل فيها وبعد نحل لك مسألتك. ماشي. احنا قلنا احمد راح لمحل ادوات منزلية عشان يشتري كمبيوتر لقى جهاز باربعة تلاف جنيه. معاي ابرام? اه معاك. فالتاجر قال له ليك خصم كام? مية خصم عشرين في المية. عايزين نعرف هيدفع كام بعد الخصم ده? ها? احنا عملنا اول حاجة ايه يا ابرام? جبنا الخصم بتاعنا? جبنا الخصم بتاعنا. اللي هو عشرين. عشرين في المية. على مية. من الايه? من اه من الاربعمائة. من الاربعة تلاف. اه اربعة تلاف. تمام? اه. تلعي الخصم بتاعته تمنمية جنيه. اه. طب لما حيب اجب بقى تمن الجهاز بعد الخصم يا ابرام. تعافك يعبه لنا? بعد اه. بعد الخصم ده. بعد الخصم? ها. هو يخصم له تمنمية جنيه تفتكر اه اه كام بعد الخصم? هو اه حياغته بقى تمنمية على المية? لا اه هو دلوقتي هيخصم له تمنمية لا الجهاز كان باربعة تلاف جنيه. تفتكر هيدفع كم بعد الخاصم بقى? ما فيد نخسم بقى التمنمية. صح? هي ابروه ما تخافش ما بود اخسم التمنمية بقى من اربعة تلاف. يبقلو ايا ابني ها? اربعة تلاف جنيه. اربعة تلاف جنيه. ناقص. اربعة تلاف جنيه. ناقص كم? ناقص تمنمية. يدفع كم? ها? ممتاز يا ابروه. ده ده المبلغ اللي هو هيدفعه بعد ايه? الخاصم. بعد الخاصم. ممكن احلها بتريقة تانية ابروه. بس كده? معايا? اه. انا عندي السعر قبل الخاصم. السعر. اه. قبل الخاصم. معايا? اه. الى التخفيض او الخاصم بتاعي الى السعر بعد الخاصم. معايا ابروه. انا معايا. قبل الخاصم كان الراجل عايز يبيع بنسبة مية في المية. تمام? اه. لما هيخصم منه عشرين في المية. اسألك سؤالي يا ابروه. المية في المية. مية في المية. لو انا خدت منه عشرين في المية. يبقى بقى كام? يبقى بقى تمانين في المية. ممتاز. اهي. ايه راجل بص انا حطيت التمانين في المية فين? تحت السعر بعد الخاصم. معايا? او معايا. طيب. الاربع تلاف جنيه دي. السعر قبل الخاصم ولا بعد الخاصم. الاربع تلاف قبل الخاصم. تمام. احطيها تحت قبل الخاصم اللي هي اربع ايه? اه. تلاف اهي. حطيتها لك قبل الخاصم ايه. لما حيب بقى جيب بقى مقدار الخاصم. هسميه سين ومقدار السعر بعد الخاصم هسميه صاد. او بعد التخفيض. فاكر خواص التناسب يا ابروه من اللي كانوا بتقول لك. حاصل ضرب الترفين بيساوي ايه? حاصل ضرب الوسطين. ممتاز. طب لو حبينا نجيب السعر بعد التخفيض او بعد الخاصم ده. صاد. اعمل مص او بص شايف كده? حاصل ضرب الترفين اهو. بيساوي حاصل ضرب الوسطين اهو. يبقى صاد بتساوي ايه ابروه? كم في كم على كم? ها? الصاد تساوي الصاد تساوي الثمانين في الاربع تلاف على المية. ممتاز. تمانين في اربع تلاف على مية. يطلع الناتج تلات تلاف وميتين جنيه مباشرة. الطريقتين صح يا ابروه. معي? اه معكم. خدت بالك ان انا لما قلت خاصم انا خفضت من النسبة المية في المية. اه. طب لو كان التاجر دوت عايز يبيعها بزيادة يعني. يعني عرضها من الارده باربع تلاف. وجيت تاني يوم قال لك لا انا مش هبيعه باربع تلاف. انا هزود عشرة في المية. هل هنا هنخصم العشرة في المية من المية? ولا التاجر عايز يبيع بازياد من مية في المية. لا يبيع بازياد من مية في المية. يبقى في ثمن البيع. يلا نحل مسألتك يا ابرام معايا بالراحة كده. هيا ابرام. سمعني? اه سمع. حمام سباحة نعرض المسألة اللي قالها ابرام في كتاب مدرسة صفحة تلاتة وتلاتين. حمام سباحة ابعاده من الداخل تلاتين متر وخمستاشر متر واتنين متر. صبة به ماء حجمه يعني كمان ما يديك الحجم اهو بتاع المية. اوجد ارتفاع الماء لازل الصبة في الحمام. ابرام انا عايز اقول لك على حاجة. يا ابرام. اه. انت لو عندك دورة صغير او ايناء اللي تملى فيه مية. وانت عملت زود المية اللي فيه. ايه اللي بيزيد? هل? ابعاد الاناء اللي تحت هي اللي بتزيد يعني مسلا لو الاناء ده على شكل بتوازم استطلاق. هل طوله تحت بيزيد ولا عرضه? ولا الارتفاع هو اللي عمال يزيد بتاع المية? لا الارتفاع هو اللي بيزيد. كل ما بتزود مية كل ما الارتفاع بتاع المية بيزيد? يبقى الارتفاع اللي من الدهوني دوت اللي هو الاتنين متر ده? ده ارتفاع عمام السباحة. مش ارتفاع المية. انما الطول اللي تحت ده والعرض ده هياخذ حجم الايه? هيبادول من الابعاد اللي تحت اللي ايه مش هتتغير. معي? اه. طب يلا يا ابرام. لما حب اجيب ارتفاع فاكر حجم متوازم مستطيلات بيساوي ايه? حجم متوازم مستطيلات الطول في العرض في الارتفاع. بس انا عايزة. فاكر اتفرجت على الحالة اللي احنا عملنا في القوانين ديت? اه? بتتابع برنامج مدازة على الهوة صح? اه. يلا حجم متوازي المستطيلات. اضرب مين في مين في مين? فاكر. ها? الطول في العرض في الارتفاع. تمام. الطول في العرض في الارتفاع. طب يا ابرام انا حط يدي على الارتفاع. وانت شاتر تقولي الارتفاع هن يجيبه ازاي? اهو. حطيت الانم على الارتفاع. لو حبيت اجيب. ها? حجم المستطيلات على العرض والطول. انت ولد شاتر. يبقى الحجم بتاع المتوازي على الطول في ايه? بالعرض. جدع. بالعرض. تمام. طب الحجم انت جايبه لي كام? اربعمائة وخمسة. شاتر. على. الطول كام? الطول اه تلاتين متوازي. والعرض. خمستاش. تمام. ايه رايق سهلا او لا صعب? تعم. اللي هيدوني ده ارتفاع ايه? ارتفاع الماء. لانك انت ايه اللي الربعمائة وخمسة دي بتاعت مين? حجم الماء. معايا ابرام? اه معايا كامل. تمام. يلا بقى معاك قال حسبة? اه. اقسم يلا. اكدناك هتقسم ربعمية وخمسة. على ربعمية وخمسين. يلا اسم اقول لي كم بسرعة? ها سامعك? تطلق. ها كام? تسعة من عشرة. تمام تسعة من عشرة. ده مين ده? ده حجم حجم الماء. لا كده ابرام هزعم منك. ده ارتفاع الماء في الحمام. ده ارتفاع الماء. ده ارتفاع الماء. يبقى لو عايز اجيب الارتفاع كل ولاد حبايبي قدام القانون قدامك. جبتش حاجة من بره. الارتفاع الحجم على الطول في العرض. طب يا ابرام لو كان طلب منك الطول كنت تقسم ايه? الطول كنت يقسم الحجم على العرض في الارتفاع. تمام شاطر يا ابرام شكرا ليه. طب بصي بقى يا ابرام دار تفاع الماء في الحمام صح? اه. دار تفاع الماء? عايز حجم الماء اللازم اضافته لمال الحمام. يعني عايز الحجم بتاع الماء. بص يا ابرام. يا ابرام. بص ان هرسم لك شكل بسيط لمتوازم السطيلة اللي هو اه حمام السباحة اللي انت قلت لي عليه. بص يا ابرام. برسمة بسيطة اهي? احنا حطينا الماء على ارتفاع تسعة من عشرة. الارتفاع ده تسعة من عشرة. الطول كان تلاتين. والعرض كان خمستاشر. خمستاشر. انا جبت حجم الماء. عايز اعرف بقى حجم الماء اللازم عشان اكبر الايه? ام للماء. طب ما الحجم هيبقى ايه ابرام? اضرب كم في كم في كم? ها? الحجم. اه يعني عايز اجيب حجم الفراغ اللي فوق ده الجزء اللي فاضي. ها? هنجيب حجم الاناق كله. ماشي. صح? صح? سمعك. حجم الاناق كله اجيبه ازاي? حجم الاناق كله هنجيبه هنضرب التلاتين في كمستاشر في الاتنين. ماشي انا همشي معك للاخر. حجم الاناق كله. تلاتين في خمستاشر في اتنين. صح كده? اه. يطلع كام? تسعمية. تسعمية متر مكعب. طيب وحجم المية اللي انت جيبته اللي هو تحت ده كام? تسعة من عشر. لا حجم المية اللي انت جايبهولي في المسألة. حجم المية ربعمية وخمسة. يبقى حجم الماء اللازم اضافته تسعمية ناقص ربعمية وخمسة. اه. صح كده? اي. طب اي انت راح وقل لي كام يلا. ها? اربعمية كام? ها? شاطر ها شاطر ها? متر ايه? مكعب. ده حجم المية اللي احنا لازم نضيفه. طب اقول لك على حاجة ابرام. لو انت ولد شاطر هتعرفه. ابرام. بص بقى معي. لو انا عايز اجيب حجم الفراغ اللي هو فوق دوت في حمام السباح. مش ممكن اضرب الطول اللي هو تلاتين ده. شايفني يا ابرام? اي امر. التلاتين اهي. والعرض ده كام? خمستاش? العرز خمستاش. OPT č shipping اربعها يبقى كام بقى? لانشوفت لك عدة. الارتفاع يبقى اتنين. لأ مش اتنين. الارتفاع في مية الجزء في سطح المية ده كام? مش ده تسعة من عشرة? ايو. يبقى الجزء اللي فوق ده يبقى كام? خاني ترحل وتسعة من عشرة من اتنين. ممتاز اتنين وقتص تسعة من عشرة. يبقى واحد واحد من عشرة. ده الجزء اللي فوق ده. معي يا ابرام? اي امر امر lar. اضرب بقى تلاتين في خمستاشر في واحد واحد من عشر اضربها وقل لي كم بالسرعة يلا تلاتين بتضرب يا ابرام الله هي ولا لا بقى سهلة يبقى انا ممكن عندي طريقة تانية يا ابرام ان انا ممكن اجيب حجم الفراغ الداخل الطول في العرض في ارتفاع اللي فوق المية ارتفاع الجزء اللي فوق سطح المية معاي ابرام شكرا على مشاركتك الجميلة يا ابرام وتابعنا بنامج مدرسة على الهوى وانا شكرا لك يا ابن عد صالك وربنا وفاك نرجع ولادي حبيبي الى موضوع النسبة المئوية خلاص النسبة المئوية احنا نكتب المدرسة قدامنا النسبة المئوية هي نسبة حدها التاني مية يبقى ما نيجي نقول يعني نسبة مئوية هنقول انها هي نسبة الحد التاني بتاعها بيكون مية تمام طيب لما اجا اتكلم يا ولادي حبيبي على برضو مثال يقولك اودع كلنا بالروح تلاقي بابا او اي حد جرانك او تسمع في المسلسل يقولك ان في واحد اوضع مبلغ مالي في بنك او في مصرف بنكي تمام واوضع المبلغ بنسبة ربح 11% تمام بص با معي اوضع محمد مبلغا 2000 جنيه بنسبة ربح سنوية 11% تمام محمد حط مبلغ من المال دينا مش شوية مسألت الخاص ومكسب بقى اوضع محمد مبلغ 2000 جنيه بنسبة ربح السنوي 11% فكم يكون المبلغ بعد عام من الايداع بعد سنة تفتكروا يا ولادي حبيبي المبلغ هيبقى كام احنا بنناقش مواضية حياتية لما جيت قلتلك الدرجة اللي جابها اخوك في الصنوية او الدرجة انت جبتها انا بكلمك في موضوع في بيوتنا لما جيت قلتلك زهبا محمد واشترا جهاز كمبيوتر بنسبة خصم موضوع عادي بيقابلني لما جيت اقولك حول نسبة مقاوية ممكن الدرجة يحول نسبة مقاوية يبقى نسبة مقاوية مرتبطة بالواقع بنسبة مية في المية بنسبة مقاوية بنسمعها كتير جدا اوضع محمد مبلغ الفين جنيه بنسبة ربح سنوية احتاشر في المية فكم يكون المبلغ بعد عام من الايداع طب مستر ابراهيم دلوقتي المبلغ وربح فعمل ايه اكيد المبلغ هيزيد تمام يبقى نقول له المبلغ قبل الزيادة تمام الى الزيادة او الربح اللي هو هياخده الى المبلغ بعد الزيادة بعد ما يزيد الحداشر في المية بتقوم قبل الزيادة هو يومس المية في المية هيزيد حداشر في المية تمام بعد الزيادة هيكون مية وحداشر في المية مستر ابراهيم انت عملت ايه انا مش فاهم انت ليه زودت ومن شوية في مسألة الخصم احنا خصمنا تمام زودنا لان هو الربح بتاعه المبلغ هيزيد انما خصم لان الجهاز كان باربعة تلاف جنيه فعايز يخصم من ثمنه فبينقص فبينقص من نسبة الماوي قبل الزيادة او قبل الاداع قبل المبلغ قبل الزيادة او قبل ما يوضعه كان الفين جنيه تمام عايز اعرف المبلغ بعد عام من الاداع يعني المبلغ هاو سين بعد الاداع لو حبيت اجيب الزيادة اسميها نصاد واجبها اه ولاد حبابي سمعهم بيقولوا ان هنا استخدم خواص التناسب حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين طب تمام لما اجيب بقى سين اللي هو المبلغ بعد عام من الزيادة هيبقى من راحة يلا الفين اللي قدام السين دايما بتنزل في المقام ومية في المية يا عم هي مية في المية وتتخافش في مية وحداشر في المية تمام عاصلت الساعت يا مستر ما بتكتبش المية في المية انا اعتبرت اللي فوق على مية ودي على مية فبيروحوا مع بعض لكني اسمت على مية يبقى هاعمل ايه هاضرب الالفين في مية وحداشر على المية لو اسمت على المية السفرين دول اهو تمام وحطي السفر واضرب الاتنين اتنين اتنين يبقى المبلغ بعد سنة من الايداع هيبقى الفين متين وعشرين جنيه زاد متين وعشرين جنيه ايه ده ده النسبة المقوية ده في حياتنا خالص يعني خصم وزيادة وبيع كل الكلام ده تعالوا نشوف مثال كمان هتمنى مشاركة حبيبي معايا في البرنامج بعد ابرام وزماننا اللي اتصلوا اشترت هيبة مكنسة قهربائية موجودة في تام مدرسة اشترت هيبة مكنسة قهربائية اشترت مكنسة قهربائية بمبلغ متين وعشرين جنيه وكان عليها خصم كان عليها خصم كام كان عليها خصم خمستاشر في المية او تخفيض خمستاشر في المية احسب السعر الاصلي للمكنسة قبل الخصم قبل الايه اولاد الخصم يعني كان التاجر كان عايز يديه بيها حوكام اشترت هيبة مكنسة بمبلغ متين وعشرين جنيه خلاص دفعت متين وعشرين جنيه وكان عليها خصم خمستاشر والتاجر كان يديها خمستاشر في المية انا هنا مش اديتك التمن الكلي ده انا جيب لك التمن اللي هيبة دفعته ومشت بعد ما التاجر خصم الله الخمستاشر في المية يا ترى المرة دي عايزيني انا عايز بقى السعر اللي كان التاجر هيبيع به اللي كان هو عايز يبيع به احسب السعر الاصلي للمكنسة قبل التخفيض او قبل الخصم يلا معايا بالراحة انا عندي هيبة اشترت مكنسة بمبلغ 20 وعشرين جنيه يبقى اول حاجة هعملها اول حاجة ثمن قبل التخفيض اقول له السمن قبل الخصمة او قبل التخفيض الى التخفيض او الخصمة الى السمن بعد التخفيض تمام اه ديني كتبت النسب بتاعتي قبل التخفيض كان التاجر عايز يبيع بمية في المية خصم او خفض خمستاشر في المية تمام مين شاطر بقى يقول لي اعمل ايه بقى اجمع ولا ركز معي لو التاجر خصم هتطرح من مية في المية لو كسب او ربح او مكسب تجمع المية في المية فلما يجي اجمع الخمستاشر في المية على المية يبقى مية وخمستاشر ده لو كان ايه لو كان كسب انما هو خصم يبقى طرحنا يبقى خفضنا النسبة من مية في المية نقصناها شننا منها خمستاشر في المية طب المية لما نشير منها خمستاشر هتبقى خمسة 80% ده التمن بعد التخفيض النسبة المئوية للبيع بعد التخفيض 85% من الثمن الاصلي تمام فاضل بقى مشكلة خلاص احنا حللنا الموضوع كده بالنسبة المئوية طب اشترط هيبها مكنسة قهربائية بمبلغ ميتين وعشرين جنيه واحد يقولك ايوان الميتين وعشرين ده التمن قال لا ده الميتين وعشرين ده هي دفعتهم دفعتهم ومشت يبقى الميتين وعشرين بتوع التمن بعد التخفيض يبقى لما حب أجيب بقى التمن قبل التخفيض هقول له سين معرفوش معرفش التاجر كان عايز يبيع الجاسب كان طب لما جا اشتغل بقى ها يقول له مع بعض هنقول له سين بتساوي حاصل ضرب الترفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين يبقى هقول له مية في المية طبعا في ميتين وعشرين على خمسة وتمانين في المية طبعا عالمة في المية تختصر مع علامة في المية يبقى كل اللي عليك ان انت المفروض تضرب مية في متين وعشرين واللي يطلع نقسمه على خمسة وتمانين يطلع لي تقريبا كان عايز يقربه الى اقرب جنيه كان عايز كان متين تمانية وخمسين وتمانية من عشرة او لقرب جنيه ممكن نقول ميتين تسعة وخمسين جنيه كان عايز يبقى ميتين تسعة وخمسين جنيه طب انا عايز اتأكد بقى طب ايه فقط انا عايز اجيب بقى الخصم اللي هو مجدور التخفيض عشان اعرف ان احنا كده صح كده قربتوا لأقرب رقم اه عدد صحية لما اجا اقول لك لأقرب اه التخفيض بقى نسبته كام صاد مثلا يبقى اقول له ايه انا عايز اجيب ديه يبقى خمستاشر في ميتين وعشرين انا قلت هنا التمن قبل التخفيض مية في ميتين وعشرين خمسة وتمانية لما حيب اجيب السمن التخفيض بقى اللي خفضه يبقى له خمستاشر في ميتين وعشرين واللي يطلع ان يقسمه على خمسة وتمانين هلاقي فعلا المبلغ اللي هو طرحه تمانية وتلاتين وتمانية من عشرة يعني لو قربناها يبقى تمانية وتلاتين وتسعة من عشرة لو قربناها ممكن تبقى تسعة وتلاتين يبقى هنقول له التخفيض اللي هو خفضه التخفيض اللي هو خفضه ها التخفيض عشرة اتأكد برضو خمستاشر في ميتين وعشرين على خمسة وتمانين تقريبا تلعتلي 38 و 8 من 10 لو حبينا نقربها لقرب عدد صحيحي بتسعة وتلاتين ده اللي هو خفضه طب تيجي يا ولاد هو كان عايز يبيع الجهاز ب259 جنيه اهو اطرح منه 39 جنيه اللي هو التخفيض يا ترى اطلع 220 التمن اللي باع بيه المكنسة اللي هيبة اطرح كده ادي صفر تمام تمام اه صح هو فعلا باع الجهاز بمتين وعشرين يبقى هو كان كاتب على الجهاز 258 و 8 من 10 يعني تقريبا لاقرب عدد صحيح 259 يبقى شوفنا ادي النسبة المقوية حساب المية مرتبط بحاجات كتير خدناها طيب سؤال تاني اوجد سمن شراء بضاعة سمن شراء بضاعة بيعت بمبلغ 21500 جنيه اوجد كتاب مدرسة مليان مليان السئلة جميلة اوجد سمن شراء بضاعة سمن الشراء مش عندي بيعت اه باعت بمبلغ كام يا ترى 21520 جنيه تمام وكانت نسبة المكسب كام 10% او 15 موجودة 15 في الكتاب اوجد قيمة المكسب اللي الراجل ده كسبه يعني مطلوبين في المسألة مطلوب في الاول ومطلوب في الاخر اوجد سمن شراء بضاعة بيعت بمبلغ 21520 جنيه ده تمام البيع طيب بالرح لو اعتنسى ان ده كانت تمام البيع وكانت نسبة المكسب بتاعة التاجر 15% اوجد قيمة المكسب عايز حاجتين شراء والمكسب تمام يلا مع بعض نجيب ورقة تانية ونبدأ نحل بالراح اول حاجة هنعملها يا ولادي حبيبي انا عندي فيه طبعا شراء الى مكسب لان التاجر قال لك كسب الى تمام التاجر كان شير السلعة وعايز يبيعها 100% ما كسب 100% كسب 15% لسه قيل انا من شوية لما يقول لك كسب او او دعا محمد في بنك او مصرف بنكي اه يبقى اكيد هجمع انما لما يقول لك خصم او خسارة او نقصان كل ده معناه ان انت هتطرح من النسبة الماويه مكسب 15% خلاص واضح بقول لك مكسب خلاص يبقى اجمع الاتنين على بعض اجمع ال 15% عن نسبة الماويه للشراء تديك النسبة الماويه للبيع يبقى هو بايع هيا 5% ولا ايه لا يا مصر هنجمع على مصر عشان ما اكسب تمام مية و 15% تمام يبقى اشترى بمية في المية باع بنسبة 15% السمن بنسبة ربح 15% يبقى النسبة الكلية للبيع 115% تمام يرجع للسؤال اوجد سمن شراء بضاعة بيعت بمبلغ واحد بس ما تكملش بيعت يبقى ده تماني البيع بيعت 21000 خمسمية وعشرين بيعت خلاص ده تماني البيع طب لو حبينا نجيب سمن الشراء اللي هو طلبه اول سؤال اول سؤال قال لك يوجد سمن الشراء اهو تسين واخر سؤال قال لك يوجد كيمة المكسب بساط تمام ولا ده حبيبي لو ركزنا هنلاقي ان خواص التناسب دي معانا ستة بتدقي وقول عدادي وتانية وتالتة ومرحلة سنوية طول ما انت بتدرس رياضة تتعرض للتناسب حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين يعني لما اضرب طرفين النسبة بيساوي ضرب طرفين النسبة الطرفين بيساوي ضرب الوسطين يبقى ايزا انا بستخدم خواص التناسب ما لاش دعوة بساطة ولا عدادي تانية عدادي ما لاش دعوة فده التأسيس في الرياضة تلاحظ ان انا بحل عن نسبة الموية واضطرت ارجع اخد خواص التناسب ممكن اه ليه لا يلا لو عايز اجيب ثمن الشراء ثمن شراء السلعة او البضاعة اعمل بقى وص اه ايوا برفع عليك حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين يبقى 100 تمام 100% طبعا انا شلت عمل في المية بقى 100% في 21 520 على على خمستاشر ولا على مية وخمستاشر مية وخمستاشر مية وخمستاشر مية في الواحد وعشرين الف وخمسمية وعشرين على مية وخمستاشر وباستخدام الحاسبة اختصر طبعا يبقى مية تمام في واحد وعشرين الف وخمسمية وعشرين تمام واللي يطلع اسمه على مية وخمستاشر تطلع تقريبا جيمة تقريبية طبعا 18713 اهو تقريبا اهو لان فيه طبعا اه ارقام عشرية كتير 18713 ده ايه ده بقى ده التمن اللي هو كان اشترى به البضاعة قبل ما يكسب تمام 18713 طب لو حابنا نجيب المكسب اللي كسبه يعني هو كان شار البضاعة 18713 وباعها كده عايزة يجيب الربح المكسب ممكن تطرح 8 البيع ناقص 8 الشراء ايجيلك المكسب اللي هو كسب اشتريت حاجة بعشرة جنيه وبيعتاها بخمستاشر جنيه اشتريت سلعة اشتريت لعبة 10 جنيه وبيعتاها بخمستاشر جنيه الكسبت كام جنيه 8 البيع ناقص 8 شراء 10 10 5 جنيه نفس القصة انا لو عايز اجيب المكسب اللي هو كسبه هجيب تمن البيع اللي هو عندي الواحد وعشرين الف خمسة وعشرين واطرح منه سمن الشراء اللي هو اللي كان تمنتاشر سبعين وتلاتاشر تمنتاشر الف طبعا طيب ممكن اجيب برضو المكسب بترقة تانية باستخدام خاص التناسب خمسة عشر في واحد وعشرين الف خمسة وعشر على مية وخمسة عشر تاعة نشوف ويطلع كامل ونتأكد من الاجابات يبقى اقول له صاد اللي هو المكسب بتاعت او الربح خمستاشر في واحد وعشرين الف وخمسة وعشرين على مية وخمستاشر تمام يلا مع بعض برائحة خمستاشر في واحد وعشرين الف وخمسة ومية وعشرين تمام على مية وخمستاشر يطلع الربح او المكسب الفين تمنمية وسبعة جنيهات الفين تمنمية وسبعة ده المبلغ اللي هو اه كسبه عايز تأكد من حاجة عايز تعمل تأكيد ده طبعا ايه ده المطلوب التاني اللي هو كان قيمة المكسب قيمة المكسب عايز تأكد تاني اتأكد اطرح تمن البيع ناقص ثمن الشراء هيطلع الفين تمنمية وسبعة جنيه فعلا زي ما احنا جبناه يبقى نسبة مقاوية درس جميل ومن الحاجات الممتعة طيب بص معايا السؤال الجيل اشترى صاحب معرض سيارات سيارة بمبلغ خمسة واربعين الف جنيه اشترى صاحب معرض سيارات اشترى سيارة سيارة طبعا اشترى سيارة بمبلغ خمسة واربعين الف جنيه تمام سمن شراءها خمسة واربعين الف جنيه وصرف عليها صرف عليها في مصاريف هنا اهو وصرف عليها خمسة خمسة الاف جنيه المهم وبعد ما صرف عليها كده باعها ثم باعها بكام بخمسة وخمسين الف جنيه بس بالراحة اشترى حاجة بخمسة سيارة بخمسة واربعين الف جنيه وراح باع عامل فاشل شوية دهانات ومش عارف ايه بخمسة الاف جنيه يبقى كده الشراء يعتبر خمسين الف شراء ومصاريف وباعها بخمسة وخمسين الف يبقى كسب يبقى الراجل ده كسب يا ترى كسب قد ايه احسب احسب النسبة المقاوية للمكسب بالراحة يلا وصفحة جديدة عندي شراء ومصاريف مش شراء بس بقى كده لا ده المرة دي هتبقى شراء ومصاريف لانه صرف عليها ايه لا كسب يبقى مكسب الى بيع يبقى شراء ومصاريف الى مكسب الى بيع تمام اشترى السلعة بمية في المجد كسب معرفش كام تمام باع برضو النسبة المقاوية للبيع مش عندي انا معرفش كسب كام اصلا تمام اشراء والمصاريف بكام خمسة واربين الف جنيه وخمس تلاف جنيه يبقى خمسين الف جنيه ايه ده يا مستر عمل ايه مش انا عندي اشراء بخمسة واربين الف جنيه حط عليهم خمس تلاف جنيه يبقى اشراء ومصاريف بخمسين الف جنيه طب باعها بخمسة وخمسين الف جنيه طب انت كده تقدر تعرف ان هو كسب خمس تلاف جنيه تمام بس لو عايز اجيب النسبة المقاوية للمكسب يبقى اضرب ها مية مية في المية بخمس تلاف على خمسين الف يلا النسبة المقاوية للمكسب. النسبة المقاوية للمكسب. اعمل يا مستر بقى اه مية. طبعا عامت المية مش تختصر هنا بقى. في خمس تلاف على خمسين الف. يلا بنراح. طبعا ممكن اختصر. ادي اربعة تصفر واحد اتنين تلاتة اربعة. واحد اتنين تلاتة اربعة. اسمت على العشرة تلاف. خمسين على الخمسة تطلع عشرة في المية. يبقى هو كسب عشرة في المية. تمام. صح. سهلا. طب مستر ابراهيم ايه رأيك لو انا قلت ان هو اشترى بخمسة واربعين وكسب خمسة بقى اشترى واشترى ومصاري بخمسين الف. وكسب خمس تلاف لانه بقى بخمسة وخمسين الف. وانت قلتلي ان انا اطرح عشان اجيب النسبة لما ايه خسارة. يبقى خمس تلاف. خمس تلاف من الخمسين الف. يعني خمس تلاف على خمسين الف. هي كنسبة عشرة في المية. ولادي حبايبين. شفنا دي النسبة الماوية ممتعة. حاولت اربطها لكم كلها بتطبيقات في الحياة. عشان بتبقى درس سهل وجميل. كل حاجات احنا متعرضن لها في حياتنا اليومية. حياتنا الاسرية مع بابا وماما على الاكبر مني. ابناء وبناتي فعلا الاوقات الجميلة بتعدي بسرعة. شكرا ليكم على حسن استماعكم. ويا رب تكونوا استفدتم اولا. ثم استمتعتم بالحلقة. وكتبتوا كل الاسئلة اللي جات في الحلقة. واتمنى ان انا اشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة احسن باذن الله. دمتم بحفظ الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.